بيبدأ المسلسل ما واحد اسمها حياة وبتبقى قاعدة قدام المراية وعملها ببص على نفسها وبيباني انها مش معجبة بشكلها فبتتصل على ابنها لكنه مش بيرد عليها وده لانه بيبقى معها مريضة وبنعرف ان ابنها بيشتغل دكتور تجميل واسمه احمد وبتوري له المريضة صورة انجيلانا شولية عشان عايزة تبقى شكلها فبيدي احمد ثقاف نفسها وبيقول لها انها مش محتاجة عمليات كتير وانها شكلها حلو من غير حاجة وانها محتاجة بس شوية ترتوش وبتتصل حياة على الممرضة بتاعت احمد وبتطلب منها انها تخليه يكلمها ولما احمد بيرد عليها بتقوله والدته من عينها وقعت وانها عايزة يعمل لها عملية ضروري وعشان وراء ايد من الهيد لكن احمد ما بيكونش فاضي وبيقول لها انه مسافر كمان 4 ساعات وبيوعدها انه لما يرجع عايز بطلاشك لها وفي مكان تاني بتظهر ليلة وبتبقى في المزرعة بتاعتها بتبشر شغلها فبيدخل والدها عليها واللي بيكون اسمه تايمور وبيقول لها انها تأخرت عالطيرة بتاعتها وبتدخل انجي عليهم واللي بتكون صاحبة ليلة وبتطلب منها انها تخلص بسرعة عشان يلحقوا يسافروا لكن ليلة بتكون متوترة وده لانها خايفة من الشغل بتاعها فبيطلب تايمور من انجي انها تاخد ليلة بسرعة ويمشوا وبعدها بيودعهم وبيبوس بنته وبيفرح انها مشيت عشان يقدر ياخد راحته في الشغل وبتركب ليلة هي وانجي العربية عشان يروحوا المطار وده لانهم مسافرين اسوان في نفس الوقت اللي بيسافر فيه احمد وطارق صاحبه الاسوان برضو ولما بتوصل ليلة بتبقى عايزة تشتغل لسه لكن انجي بتمنعه وبتقول لها انهم عايزين يتفسحه وبعدها بنشوف طارق وهو مبسوط وبيقول لحمد انه اخيرا سافر وهيغار جو وده لان امراته كانت منعه فاضطر انه يجدب عليها ويقول لها انه راحلة مؤتمر لكن احمد بيكون مدهي لانه مسافر مع راجل وبيقول لصاحبه انه مفيش غيرهم اتنين رجالة اللي مسافرين في الرحلة لكن طارق بيبقى متحمس ومبسوط وبتفضل ليلة تكلم العمال بتوعها في الشغل فبتقولها انجي نا لو فضلت تتكلم في الشغل هتفك البلوك الحبيبها السابق وبنعرف انها لسه منفصلة جديد واني ليلة سفرت معها عشان تتجاوز علاقتها واثغير جو فبتسيب ليلة تليفونها وبتقولها انها مش هتكلم مع حد تاني وبعدها بيروحوا عشان يحضروا جلسة يوجا في نفس الوقت اللي بيعير الطارق على احمد انهم يمرسوا يوجا لكن احمد ما بيكونش مقتنع بس بيتطار يوافع عشان صاحبه ولما بيحضروا الجلسة مش بيبقوا عارفين يعملوا ايه وبيفضلوا يتكلموا على المدربة وبيقول احمد انه بيتأمل في وشها عشان يعرف مين اللي عمل لها عمليات التجميل لكن اللي حوالهم بيطلبوا منهم انهم يسكتوا وفي الوقت ده بيبقى تايمور وصاحبه في عزة واحد صاحبهم وبيبانى على تايمور النزهقين وبعد ما المقرئ بيخلص بيروح على طول عشان يعز مرات صاحبه لكنها بتتصدم لما بتشوفه دل انه جوزها كان مفاهمها ان تايمور مشلول وكان بيعمل عملية في فرنسا وفجأة بيلاه واحدة بتعايد بسوط عالي فبتكتشف انه جوزها كان بيخونها ولما بيخرج تايمور من العزة بيتصل بليلة وبيحكي لها اللي حصل وبيفضل يضحك وبعدها بيروح احمد عند الاستاند بتاع ليلة واللي بتبقى بتبيع فيه زيوت طبيعية وبيتريق وبيقولها ان الحاجات دي وهم وان الناس تبيع الهوى في ازايز وما بيكونش عارف ان ليلة هي صاحبة المشروع فبتتدايق وبتتعصب عليه لما بتعرف كمان انه دكتور تجميل وبتصدم احمد لما بيعرف ان المشروع بتاعها وبيرتبك وبيقولها انه كان بيقول رأيه بس لكن ليلة بتفضل متعصبة وبتتخني معه وبتقوله ان هي اللي بتشفق على المرضى اللي بيرحوله ودلق انه بيبع لهم الهوى في حقن فبيتعصب احمد وبيقولها ان هي اللي بتقول كلام مش علمي وانه مش اي حد يعصر شوية فاكهة ويخلطهم يعمل فيها فرغال التجميل فبتسمع انج هي وطرق الخناقة وبيحاولوا نوم يفضوها فبيتأسف احمد وبيمشي وبعدها بيروحوا عشان يركبوا مركبة في النيل واول ما ليلة بتشوفوا بتحط شنطتها عشان ما يقودش جنبها ولما بيروحوا المعبر بيتكلم المرشد السياحي عن استخدام الفرعنة لزيوت الطبيعية في صناعة مستحضرات التجميل فبتلقح ليلة على احمد وبتتكلم بصوت عليه وبتقول ان الفرعنة ما كانوش بيعملوا عمليات تجميل وبوتوكس فبيردها لأحمد وبيقولها انهم كانوا بتوع عشاب زيها وبعدها بنشوف طارق وهو متدق بسبب ان والدت احمد كل شوية تتصل عليه وبتقوله ان رجلها بتوجعها فبيقول لأحمد انه ندمن انه عمل العملية لوالدته ولما بيفتح طارق عليها بتفضل تشتمه ولما بيسيبه احمد بيقعد يصور المعبد وفي الوقت ده بتبقى ليلة قعدة وبتزعق له عشان بيصورها وبتطلب منه انه يمسحها فبيمسحها وبيطلب منها انها تمشي عشان يعرف يصور براحته ولما بييجي الليل بتجوع ليلة وبتصحي انجي عشان تخرج معا يكله لكن انجي بترفض وبتفضل نايمة فبتخرج ليلة لوحدها وبتطلب من الشيف حلويات وبتطلع على المركبة وبتفضل تاكلها فبتقابل احمد بالصدفة واللي بيفضل يحذرها من الحلويات اللي بتاكلها بالليل وبيقول لها انها مش هتعرف تتخلص من الدهون دي بسهولة وبعدها بيتأسف لها بجد عن اللي حصل منه وبيقول لها انه عارف انه زودها فبتقبل ليلة عتزاره وبتتأسف له يا كمان وبعدها بيتعرفوا على بعض وبيفضلوا يتكلموا وبيسألها ان كانت متجوزة فبتقولوا ليلة انها مش متجوزة وبعدها بتسأله نفس السؤال فبيهذر معاها وبيطلب منها تتقل فبتتعصب عليه لكنه بيهديها وبيفضل يهذر معاها فبتتحك وبعدها بيكلوا من الكيكة وبيفضلوا يتكلموا لحد الصبح ولما بترجع ليلة للقودة بتبحث عن احمد عن نت وبيبان عليها انها معجبة بيه ولما بتروح ليلة عشان تفتر بيجيب لها احمد الفطر لحد عندها وبتتفاجئ انجي لما بتلاقيهم منساجمين وعلاقتهم كويسة وبعدها بيروحوا عشان يركبوا مركب في النيل وبيبقوا مبسوطين وبالليل بتسهر ليلة واحمد سوا بعدما طرق رجع لبيته بسبب ان امراته عرفت انه بيجذب عليها وبيفضلوا يغنوا وبيبان بعدها ان علاقتهم اتطورت وانهم معجبين ببعض وبتبقى ليلة عايزة تقول حاجة لها احمد لكنها بترجع في قرارها وبتقولوا انها نسيت وبيخرجوا سوا كتير لحد ما بيرجعوا للقاهرة وبيطلب احمد منها رقمها قبل ما يمشي ولما بترجع ليلة لبيتها بنكتشف انها ام وعندها ربع ولاية والتاني يوم بتسحى ليلة مغضودة من النوم بسبب ان ولادها تأخروا على المدرسة فبتصحيهم بسرعة وبتحضر لهم فطرهم وبتودعهم قبل ما يروحوا المدرسة وفي الوقت ده بيبقى احمد في بيته وبنشوفه وبيبعت رسالة الوحدة وبيقولها انه بيحبها وبعدها بنشوف هنزادة اختي ليلة وهي عندها في البيت وبتطلب منها انها تحكي لها عن احمد ودل انها عارفة ان اختها معجبة بيه فكسف ليلة واتغير الكلام وبتطلب منها انها تفتر معيها لكنها بتكون مستعجلة بسبب ان زميلها في الشغل مستنيها ولما بتخرج هنزادة بيعرض زميلها عليها انهم يخرجوا سوا ودل انه بيبقى باين علي انه بيحبها لكن هنزادة بترفض بسبب انها بتقعد مع ولاد اختها وبتخالص ليلة شغل بيتها وبتخرج عشان تروح المزرعة وفي الوقت ده بيبعت لها احمد صورها في الرحلة وبيفضلوا يتكلموا وبيرد عليها انهم يخرجوا فبتغلط ليلة في الكلام وبتقولوا انها مش هتقدر بسبب الولاي لكنها بتلحق نفسها وبتمسح الرسالة قبل ما تبعتها ولما بتروح المزرعة بيقولها والدها ان طالقها كلمه وكان متضايق بسبب انها سفرت وما خلتوش ياخد عيله عنده فبتتعصب ليلة وبتقولوا انها متفق مع انه مش هيقابل ولاده في بيته وده اللي انه متجوز وفي الوقت ده بيبقى احمد عند اهله عشان يتغدى معهم وبيسألوا والده عن التحليل بتاعه فبتطلب حياة منه انه يطمنوا ويقولوا انه مفوش حاجة عشان ما يقلقش فبيطمنوا احمد وبيقولوا انه محتاج يرتاحوا بس لكن والده بيفتح حوار انه كان عايز يبقى مهندس عشان يساعدوا فبتسكتوا مراته وبتقولوا ان ابنه بقى دكتور ناجح وانه يبطل يفتح الحوار ده وفي اثناء ما هما بيتكلموا بنشوف صورة لاحمد وعريس وبالليل بتقعد ليلة مع ولادها عشان تذكر لهم وبتطلب امينة منها واللي بتكون بنتها انها تكلم السواق عشان يوديها التمرين فبتقول لها والدتها انه مع اخوها في الدرس لكن الحياة ان ابنها بيكون بيجدب عليها وما بيكونش في الدرس وبيبقى عند ميكانيكي عشان يصلحوا الموتسيكل بتاعه وبنشوف ليلة وهي قاعدة مع انجي وهنزادة وبيكلموه عن احمد وبتقول لها انجي انها لازم تعرفوا ان هي عندها ولادة عشان ما تبنش انها كدابة لكن هنزادة بترفضوا وبتقول لها انهم لسه هيخرجوا اول مرة وان مالوش لازمة تحكيلوا دلوقتي وبتحاول انجي انها تحكيلهم عن حبيبها السابق وتقول لهم انها كلمته تاني لكنهم بيكونوا زيقوا بسبب انها بترجع له على طول وبيسيبوها وبيمشوا وبتجهز ليلة عشان تخرجوا مع احمد ولما ولادها الصغيرين بيشوفوها بيمسكوا فيها وبيبقوا عايزين يخرجوا معيها لكن هنزادة بتمنعهم وبتقول لهم انها تعمل لهم الاكل اللي بيحبوهم ولما بتروح ليلة المطعم بتقابل امهات اصحاب عيالها في المدرسة وبترتبك لما يبدأوا يكلموه عن الاولاد قدام احمد فبتتوه في الكلام وبتقولوا انهم اصدوم عليهم هما صغيرين وبعدها بيفضل شريف ابنها الكبير يرن عليها وده لانه شاكك انها خارجة مع واحد وبيبقى متضايق فبتجذب ليلة عليه وبتقولوا انها في خطوبة لكنهم ما بيكونش مصدق بسبب انه مش سامع دوشة وبعد كده بنشوف ليلة واحمد هما بيخرجوا كتير وبيفضلوا طول الوقت يكلموا بعض وبيباني انهم ارتبطوا ببعض خلاص وبعدها بياخدها مع العيد ميلاد طارق وبتقلق ليلة لانها بتبقى مضطرة تجذب على امراته ويتقولها ان الطارق ما كانش معهم في الرحلة ولما طارق بيشوف ليلة بيرتبك وبيخاف انها تتكلم مع مراته لكن مراته بتكون مش مرتاحة لوجودها وبتفضل تسأل احمد عنها وبعدها بتاخد ليلة معها للمطبخ وبتسألها ازاي ارفت احمد فبتقولها انهم شافوا بعض في رحلة قصوان وبتبقى هتقع بالسانها وتعترف على طارق لكنها بتلحق نفسها وبتقولها انها مراحش معاهم وفي العيد ميلاد بيبقى احمد مبسوط وبيمسك ايد ليلة ولما بترجع للبيت بتلاقي الشريف مستنيها وبيسأل عن مكانها فبتستغرب ليلة وبتحس انه بيستجوبها فبتضحك وبتقوله ان ابوها مع وقف لاش الوقفة دي فبيقول لها ابنها انها مش عاجباة وبيسيبها وبيدخل قطه وفي الوقت ده بنشوف فؤاد واللي بيكون حبيب انجي هو قاعد معيها وبيتكلموا سواف علاقتهم لكن انجي بتكون حزنة وبتعيط وده لانه فؤاد متجوز وعنده اولاد فبتقوله انها مش خربت بيوت فبيقول لها ان الوضع اللي هو فيه وضع مؤقت وانه مش مبسوط مع مراته لكن انجي بتكون محتارة ومش عارفة تقرر وتاني يوم بتجهز ليلة عيالها عشان يروحوا لمدرسة وبعد ما بيمشوا بتفضل تتكلم مع احمد وبعدها بتروح للمزرعة لكن قبل ما توصل بيجي لها مكلمة ان ابنها في المستشفى فبتتراب وبتروح على طول فبتلاقي طالقها موجود وبتدخل لابنها وبعدها بيدخل عليها الدكتور وتتصدم لما طارق بيشوفها مع ابنها وطلقها وبعد ما بيكشف على ابنها بيخرج وبيتصل على احمد وبيقوله عن اللي حصل وبتحاول ليلة انها تكلمه لكنه ما بيردش عليها وبيروح للمستشفى وبيقعد احمد معها فبتقوله ليلة انها مطلقة فبيسأل احمد عن سبب كدبها فبتقوله انها ما كانتش ليا الوقت المناسب عشان تحكيله فبيضاي احمد وبيقولها انه ما عندوش مشكلة مطلقة انما مشكلته في انها كدبت عليه وبيسيبها وبيمشي فبتحزن ليلة وبتتصل على هنزادة وبتحكيلها وبتقولها انها ترجع البيت مع طلقها فبتستأذن هنزادة خالت صاحبها وتسيبه وبتمشي ولما بترجع ليلة مع طلقها بيبان انه عيالها بيحبوه معادة شريف اللي اول ما بيشوفه بيسيب البيت وبيمشي لكن امينة بنتها بتطلب منها انها تروح التمرين بتاعها مع طلق والدتها لكن ليلة بترفض وبتقولها انها هي اللي هتوصلها وبنشوف طايمورها متضايق بسبب ان ولاده خبه عليه ان حفيده تكثر فبيقوله صاحبه ان ولاده بيحبوه مش عايزينه شيل الهم وبيحزن صاحبه وبيفتكر انه ما عندوش ولاد وبيقول طايمور انه لولا القطط بتاعته وكان زمانه تجنن وبيعايت فبيهدي طايمور وبيحاولوا انه يدحكوا وبعدها بيشغلوا مزيكة وبيفضلوا يسمعوا سوا وتاني يوم بيروح احمد النادي عشان يقابل ليلة وبيقولها انه محتاج يتكلم معاها لكنه بيتصدم لما بيعرف ان عندها 4 ولاد مش ولد واحد ولما بيعودوا بيحكي لها احمد عن نفسه وبيقولها انه ارمل وعنده 3 ولاد فبتسألوا ليلة عن اللي حصل فبيقولها ان امروته بعد ما خلفت تابت وحالتها تدهورت ولما سفروا الامريكا عشان يكشفوا عليها كانت حالتها متأخرة فقعدت سنة وماتت بعدها واثرت جدة اولاده انهم يفضلوا معاها عشان يبقوا جانب مدارسهم فبعدها بتحكي له ليلة عن قصتها وبتقول انها اتجاوزت صغيرة جدا وخلفت شريفه وامينة لكن جوزها كان فنان وما كانش عايز حد يقيده فقرر انه يطلقها بعد ما خلفت على طول وبعدها اتجاوزت واحد تاني وخلفت منه ولادها التوقم لكنها طلقت منه بعد كده وبتشرح له موقفها وبتقول انها ما كانتش قصدا انها تجذب عليه وده لانها ما كانتش متخيلة انهم يتقبلوا تاني وبيتفهم احمد موقفها لكنه بيقولها انهم مش هقدروا يكملوا مع بعض وده لان مشاكلهم كبيرة فبتتأثر ليلة لكنها بتمثل انها موافقة ولما بيجي الليل بيهرب شريف من الدرس بتاعه وبيروح عشان يلعب كرة وبيطلب من السواق بتاعه انه ما يقولش حاجة لولدته لكنه بيتخانق مع صحابه وبيتضرب وفي الوقت ده بتبقى ليلة قاعدة مع انجي وهنزادة وبتبقى زعلينها وبتقولهم انها كانت حاسة انها بتحبه بجد فبتقولها هنزادة انها ما تزعلش ودلق انها ما كانتش حتى خطة ان العلاقة تكمل فبتقول ليلة انها لما خرجت ما حاسة ان في حاجات نقصها فبتحاول انجي انها توسيها وبتارد عليها انها تطلب لها بيتزا فبتفتكر هنزادة انها ناسي ان خالد مستنيها ولما بتخرج بتقابل شريفه ومتعور واللي بيجدب على والدته وبيقولها ان اللي عمل فيه كده حرامي كان عايز يسترقه استغرب انجي ودلقنه بيقولها انه بقى راجل وانه كان لازم يتخاني وتاني يوم بتروح ليلة المستشفى عند طارق عشان تفوك الجبس لابنها ولما بتخرج بيروح طارق وراها وبيجدب عليها وبيقولها انها محتاجة تتكلم مع الدكتور علاق طبيع عشان ابنها لكنها لما بتروح معها بتتفاجئ لما بتلاقي احمد مستنيها في الكافيتيريا وبيطلب منها انها تتجوزه فبتوافق ليلة وبتتبسط وبتحضنه وبعدها بتروح عشان تابل اهل احمد وبيبقى بين عليها انها قلقنة فبتتكلم حياة معها وبتقولها انها كانت متخيلة شكلها وحش عجوزة خصوصا لما عارفت انها مطلقة مرتين وعند اربع عيال وبيحاول جزء انه يساكتها لكنها بتكمل كلامه وبتقول لك ان لما شافت صورتها عارفت انها حلوة وصويرة فبيساكتها جزء تاني وبيقول ليلة انه معجب بيها جدا خصوصا لما عارف انها بتشتغل مع ابوها فبتقطعهم حياة وبتقول لها انها بتفهم عشان كده هي قبلت انها مطلقة لكنها لو ست عادية عمرها ما كانت هتفهم وفي الوقت ده بنشوف هنزادة وبيتحاول تهدي خالد بعد ما تخاني مع المدير وبتنصحها وبتقول له انه يشوف شغل تاني خصوصا مشطر وموهوب فبيقول لها خالد انها تنصح نفسها ودل انها هي كمان شطرة ومضيعة ونفسها شغل في لندن فبتقول لها هنزادة انها ما تقدرش تسيب ابوها اولاد اختها خصوصا انها لما تجاوزة يحتاجوها اكتر وبتسكت وبتقول له خالد انه هو كمان ما يقدرش يستغنى فبيفرح لما بتقول له كده وبعدها بنشوف حياوها بتتكلم مع احمد وبتقول له انها قلنة من حكاية انهم هيتقابلوا في الاجازات فبيطمنها وبيقول لها انهم اختاروا الانسب لظروفهم لكن والدته ما بتكونش مقتنعة وبتقوله الانسب لظروفها هي وده الانهية اللي معها ولادها تحذروا من حكاية ان ليلى مطلقة مرتين وبتقولوا انها ممكن في اي وقت تسيبه وتمشي فبيطمنها احمد وبيقول ل والدته انها راسية وعقلة وانه عارف ظروف طلقها وبيروح احمد وليلى المزرع عشان يقابلوا والدها ولما بيوصلوا بيقولهم تايمور انه عمل لهم حمام على الغد لكن هنزادة بتقولهم انها عندها عيد ميلاد ومش هتقدر تتغدى معاهم وبيقنعها والدها وبيقولها انها مش هينفع تسيب الحمام وبترجع في قرارها وبتقعد وبعد ما بيتغدوا بيبقى احمد تعبان بسبب انه كان كتير فبيغلط تايمور في الكلام وبيجيب سرط الرجالة اللي بنته كانت متجوزاهم فبتبصروا هنزادة فبينتبهوا بيغار الكلام فبتسألهم هنزادة ان كانوا حددوا معاهم كدب الكتاب فبترتبك ليلة وده لانها خايفة تقول لولدها فبيقول لها والدها انها لازم تقول طالقها فبتعترض ليلة لكن والدها بيصر وبيقول لها ان هو اللي هيكلمه كمان ولما بتقول ليلة لولدها بيتضيق وبيسيبها الشريف وبيمشي وبتدخل امينة لقضتها فبتروح ليلة وراها وبتحاول انها تتكلم معيها لكن امينة بتكون متعصبة وبتتهمها ببنها أنانية وانهم لو كانوا بيفرقوا معها ما كانتش هتطلق من أبوهم فبتقول لها ليلة ان أبوها هو اللي طلقها لكن امينة ما بتكونش مقتنعة وبتقول لها انها تطلقت من عمر كمان ولي بيكون جزء تاني وانه كان بيعيط عشان ما تسيبوش فبتتعصب عليها وبتقول لها انها لما تجبر هتفهمها وان اي واحدة مكانها كانت هتعمل نفس اللي عملته فبتدخل هنزادة عليهم وبتطلب من ليلة انها هتطلع ولما بتطلع بتتكلم مع امينة وبتحاول انها تهديها وبتطلب منها انها تسمع مامتها للآخر فبتعيط امينة وبتقول لها انها مش فهمها وانها مش عايزة تشوف احمد ده خالص لكن هنزادة بتحاول انها تقنعها وبتقول لها ان مامتها لسه صغيرة وانهم مسيرهم يكبروا ويسيبوها لكن امينة مش بتقتنع وبتبقى عايزة مامتها ما تتجاوزش ولما بيروحش يرفل البيت تسألوا ليلة عن الجروح اللي في وشه وده لانه تخاني مع صحابه في النادي فمش بيرضى يقول لها وبيسيبها وبيدخل قطه وفي الوقت ده بتبقى انجي قاعدة مع فؤاد وبتبقى متضايقة بسبب انه قال لها انه هيسافر مع ولاده وامراته فبتقوله انها تابت وانها ما عادتش قادرة تسمع الكلام ده فبيطمنها فؤاد وبيقول لها انه خلاص تكلم مع امراته واتفق انهم هيطلقوا وتاني يوم بيروح احمد لليلة واللي بتبقى مكتائبة وحزينة وبتقوله انها مش هتقدر تكمل خصوصا لما قارفت ان عمر طلقها هياخد عيالها منها بعد ما تجاوز فبيهدي احمد وبيقول لها انه هو اللي هيروح ويتكلم معاه وبعدها بيروح مع ليلة وبيتفاجئ لما بيعرف ان طالقها متجاوز رقاصة مشهورة بيبان على ليلة انها متضايقة وبتقوله ان شكلها عادي على فكرة فبيتكلم احمد مع عمر وبيطلب منه انه يسيب الاولاد مع ليلة فبيشترت عليهم ان ولاده ويروحوله في اي وقت وانهم يباتوا معاه فبتعترض ليلة لكن احمد بيهديها وبيقولها انه من حق والدهم انه يشوفهم فبيعجب عمر بكلامه وبيوافق انه ما ياخدش الاولاد وبعدها بنشوف احمد وليلة وما بيكتبوا الكتاب وبيبقوا مبسطين وبيدخل احمد للحمام وفي الوقت ده الباب بيخبط ولما بتفتح ليلة بتتصدم لما بتشوف ولاده وبيكونوا جايين من امريكا وبيتفاجئوا لما بيشوفوا والدهم وقف جنبي ليلة وده لانهم ما كانوش يعرفوا بخبر جوازه وبتمشي ليلة في نص الليلة وبترجع لبيت والدها واللي اقول ما بيشوفها بيتصدم وبعدها بتحكي لهم اللي حصل وبتقولهم ان كل اللي صعبان عليها اولاده فبيهديها والدها وبيطلب منها انها تقوموا تنام لكن ليلة بتكون خايفة لما عيالها يشوفوها الصبح وفي الوقت ده بيبقى احمد بيتكلم محماته واللي بتلوموا بسبب انه تجوز من غير ما يقولهم وبيحاول انه يشرح لها الموقف لكنها بتصدموا لما بتعرفوا ان ولاده هيقعدوا معها سنة وده لانها مشغولة وعندها مؤتمرات ولما ولاده بيعرفوا بيتضايقوا وبيطلبوا منه انهم يرجعوا الامريكا فبيهدي محمد وبيقولهم انهم هيقضوا اجسس صف سوا وبعد كده هيقرروا يعملوا ايه وتاني يوم بيتصل بليلة وبيعتذر لها عن اللي حصل وبيقولها انهم هيضطروا يأجلوا شهر العسل فبيتقولوا انها متفاهمة وانهم يأجلوا لحد ما يسافروا لكنها بتتصدم لما بتعرف انهم هيقعدوا معهم سنة وفي اسناء ما هم بيتكلموا بيدخل ولاد ليلة عليها وبتتبسط امينة لانها بتبقى فاكرة ان الجوازة بوزت وبيروح احمد عشان يودي ولاده بيت والدته وبيطلب منها انها تفضل معهم لحد ما يروح مشوار ولما بيسيبها بيروح عشان يقابل ليلة وبيقولها ان والدته اخترحت علي ان ولاده هيعيشوا عندها لكنه بيبقى متردد فبتقولوا ليلة انه مش ينفع وانهم ممكن يضايقوا منه فبيقترح احمد عليها انهم يتقابلوا في فندق فبتتعصبوا بترفض وبيقوم محترين ومش عارفين يتقابلوا فين وبعدها بنشوف احمد وهو مش عارف يتعامل مع ولاده وبيفشل انه يعملهم فطار فبيطلب لهم اكل من بره ولما بيروح للمستشفى بيتصل ابنه عليه في نص العملية عشان يجدد له النت وبالليل بتروح ليلة شقة احمد بعد ما ساب ولاده عند اهله تبقى متوترة بسبب اخر مرة لكنها بتبسط لما بتدخل بيته وبتلاقيه مجهزه ولما بيعوده على الكنبة بتشوف ليلة صورة زوجته السابقة فبتتوتر فبيشيلها احمد لكنها بتفضل متوترة ودلق انها حاسة بالزنب عشان شال الصورة فبيعرض عليها انهم يطلعوا القوضة فبتوافق على طول لكنها بتتصدم لما بتلاقي صورتها تاني وفي الاخر بينزله وبيروحوا في النوم وهم عادين على الكنبة ولما بتروح ليلة للبيت بتتكلم مع احمد وبيحاولوا يزبطوا مكان عشان تقابل ولاده فيه لكن بنته الصغيرة بتدخل عليهم أثناء ما هما بيتكلموا فبيسيب احمد التليفون وبيتكلم معاها فبتقس ليلة وبتقفل وبتنام وبعدها بيروحوا في فندق عشان يقضوا ليلة فيه لكن ليلة بتنسى بطاقتها وبيشك موظف الاستقبال فيهم فبتتعصب عليه وبتقولوا انهم متجوزين فبيهدي احمد وبيقولها انهم هيرجعوا البيت عشان يجيبوها ولما بيرجعوا للفندق بتغير ليلة هدومها وبتخرج الاكل لبرا القوضة وبيجي لاحمد اتصال من بنته فبيطلع البلكونة عشان يكلمها ولما بتخرج ليلة الباب بيقفل على هدومها في نفس الوقت اللي احمد بيتحبس فيه في البلكونة ومش بيعرف يطلع وبيفضلهم الاتنين ينادوا على بعض لكنهم مش بيسمعوا لحد ما بيناموا مكانهم والتاني يوم بيشوف صاحب الفندق ليلة وهي نايمة برا فبيفتح لها الباب وبيدخلها وبعد ما بيفتروا بيجي لاحمد مكلمة من ابنه بيقولوا فيها ان اخته مش في البيت فبيتراب وبيروح للبيت بسرعة مع ليلة ولما بيلايه بنته دخل عليه بيتعصب عليها وبيطلب منها انها هتبقى تعرفوا يا راحة فين فبيتهدي ليلة لكنه بيفضل متعصب لحد ما بيعرف انها كانت في الصيدلية وبيتصدم ومش بيبقى مصدق انها كبرت وبعد كده بيروحوا وليلة عند والدها وبيقابل عيالها فبتتوتر وبتطلب من امينة انها تعملوا كويس وبعدها بيتكلم تايمونه معاهم وبيطلب منه منهم كلهم يعيشوا في بيت واحد فبتقولوا ليلة ان ده مش حال وانه صعب جدا ويتطبق فبيتعصب والدها عليها وبيقولها انه ما كانش موافق في الاول على حوار الاجازات اللي هيتقابلوا فيها وبيجبرهم انهم يوافقوا وبيقولها ان ولادهم مسيرهم يتقبلوا الواقع فبتوافق ليلة واحمد وبيبدأوا يدوروا على بيت كبير عشان يعودوا فيه ولما بيلاهوا البيت بتوافق ليلة عليه وبتقول لأحمد انه بيت كبير وكويس فبيوافق وبيعودوا مع صاحبة البيت واللي بتقولهم انها هتقجر لهم سنة بس وبتنادي صاحبة البيت على جوزة عشان يتفق معاهم وبتتصدم ليلة لما بتعرف انه فقاد وبتتصل على انجي وبتعرف انه كان بيضحك عليها وانه ما نفصلش عمراته فبتعاية انجي وبتقفل معاها وفي الوقت ده بتبقى امرات عمر بتتخانق معايا بسبب انه عايز ياخد ولاده وبتهدده وبتقوله انه لو خدهم من امهم اطلق منه وبنشوف ليلة واحمد هما واخدين ولادهم عشان ينقلوا للبيت الجديد واللي بيبقى باين عليهم انهم متدايقين ومش عايزين يدخلوا لكنهم بيدخلوا في النهائية وبعد فترة بنشوف الاولاد هما مش منساجمين مع بعض ولما بتخرج ليلة واحمد عشان يشتروا اكل للبيت بيتصلوا على الشغال عشان يتطمنوا على الاولاد لكنها مش بترد عليهم وده القناها سابط البيت ومشت ولما بيرجعوا للبيت بيلوم بهدل وبيتصدم أحمد لما بيشوف أولاد ليلة توق أمهما بيدربوا بعض ومش بيبقى عارف يتصرف وفي الوقت ده بتبقى فريدة بنت أحمد الكبيرة بتكلم حبيبها واللي بيدغط عليها عشان ترجع لأمريكا من وراء باباها وبيقولها إنها تقعد عنده في البيت لكن فريدة بتبقى مترددة وخايفة وبعد كده بيقول أحمد ليلة إنهم هيأجلوا الخروجة مع صحابهم وده لإنهم مش هينفعوا يسيبوا الأولاد لوحدهم فبترفض ليلة وبتقولوا إنها تخلي أختها تقعد معهم ولما بتتصل عليها بتعتذر لها هنزيدة وبتقول لها إنها مش هتعرف تروح لها لإنها مجغولة وفي الوقت ده بيروح فؤاد عند إنجي عشان يشرح لها اللي حصل لكنها ما بتكونش عايزة تسمع منه حاجة لحد ما بيقولها إن صاحبتها فهمت غلط وإن هو ومراته اتفق إنهم ينفصلوا فعلا لكنها مش بتحب تقول كده قدام الناس وبعدها بيروح طرق وقايل بتحمد عشان يزروهم ولما بتظهر أمينة بتطلب ليلة منها إنها تسلم على الضيوف لكنها بترفض وبتقولهم إنها مستعجلة فبتلومها والدتها ودل إنها كسفتها وبعدها بتسأل عن المكان اللي هتروحه فبتقولها أمينة إنها تروح تشوف والدها وبتسبع وبتمشي وبعدها بنشوف فريدة هي بتستغل فرصة إن أهلاء قاعدين مع صحابهم وبتدخل قدتهم وبتاخد الباسبور بتاعها وبتشيله ولما بتوصل أمينة للمكان اللي والدها فيه بتطلب من شريف أخوها إن يروح معايها ولما بتقابله أمينة بتحزن وبتدهي لإنه مش مهتم بيها وكل اللي مهتم بيش شغله بس وبتزعل أكتر لما بيغلط في سنها وبتعرف إنه مش معرف حد إن عنده ولاد فبتسيب المكان وبتخرج وبتلاقي الشريف أخوها مستنيها فبتحضنه وبتنهاره بيعياته سوا لكنه بيتملك نفسه بيهديها وبيقولها إنه جنبها وبعدها بنشوف أحمد وطارق هما بيتكلموا سوا ولما بتدخل ليلة عليهم بيغيروا الكلام وبيقولها طارق إنه كان بيتكلم معا عن صور وهو في الجامعة فبتطلب ليلة منه إنها تشوفها فبيخرج عشان يجيب تليفونه من العربية فبيقابل عمر قدامه واللي بيبقى ما فكر إنه غلط في العنوان فبيقوله طارق إنه هو بيت ليلة وبيتلغبط وبيقوله إنه ولاده بره بيتعصب عمر وبيتخانق مع ليلة بسبب إنه مفكر إنه ولاده بره لوحدهم لكن ليلة بتتخانق معاه وبيعتذر لما بيشوف عياله وبعدها بتحكي فرح واللي بتكون بنت أحمد الصغيرة لجدتها كل اللي حصل مع عمر وبتبقى بتكلمها في قدة والدها وبتسيب فرح الأيباد مفتوح وبتخرج بره ولما بيدخل أحمد بيتخانق مع ليلة وده لإنها كانت بتتكلم مع عمر وحش فبتتعصب ليلة وبتكلمه في موضوع إنه شايف عياله بس هم المحترمين وبتبقى شايفة إنه بيلقح على عيالها فبيعتذر لأحمد وبيقولها إنه ما كانش قصده حاجة وبيعودوا يغذروا مع بعض لحد ما فجأة بيسمعوا صوت حماته من الآيباد فبيتخضوا وبعدها بيتكلموا مع فرح وبيلوموها عشان تحكي كل حاجة لجدتها فبتقولهم إن جدتها وحشتها وإنها عايزة تكلمها فبتهديها ليلة وبتقولها إنها تكلمها في أي وقت هي عايزة فبتتبصت فرح وبتطلب منهم إنها تبات معيهم فبتوافق ليلة وبتبصها وبالليل بتقوم عشان تشرب لكن بتلاقي باب البيت مفتوح فبتحس إنه في حاجة غلط فبتروح قط الولاد عشان تطمن عليهم لكنها بتتراب لما مش بتلاقي أمينة في البيت وبيقوم أحمد مغضود لما بتصحي ليلة وبتقوله وبعدها بتفضل تتصل على طليقها لكنه مش بيرد عليها لحد ما بتلاقي أمينة راجع مع هنزادة فبتتعصب ليلة بسبب خوف عليها فبتتخانق أمينة معها وبتقولها إنها مش حاسة بها أساسا لكن أحمد بيهديهم وبيطلب من أمينة إنها تروح قطتها ولما بتروح بيدخل شريف عليها وبيوعدها إنهم هيتخلصوا من أحمد وعياله وفي الوقت ده بتشوف فريدة كل اللي بيحصل فبتخاف وبترجع البسبور بتاع مكانه وبتتصل على حبيبها وبتقوله إنها مش هتقدر تهرب وتاني يوم بتروح أمينة عند جدها واللي بيفضل يتكلم معيها وبينصحها وبيقولها إنها تحاول تفهم والدتها ويتلاقي لها مبررات عشان تقدر ترتاح لكن أمينة بتكون متضايقة وبتقول إنها من الزنبها اللي بيحصل وإنها نفسها تعيش حياة طبيعية فبيوافقها جدها لكنه بيطلب منها إنها تدي المامتها مهلة وتفهمها فيها بجد وإن هي مرتحتش هياخدها تايش معي فبتتبسط أمينة وبتوافق وبعدها بنشوف فؤاده وبيحتفل بعيد ميلاده الستين مع مراته وولاده فأثناء ما هم بيحتفلوا بتقوله واحدة قريبتهم إنها شافته في سكندرية مع بنته وكان ماسك إديها فبيرتفق فؤاده وبيغير الموضوع لكن مراته بتشكي فيه وتاني يوم بتحاول تفتح تليفونه عشان تشوف الرسالة اللي جات له لكنه بيلحقها وبياخدوا منها في الوقت ده بتكون إنجي عند ليلة واللي بتفضل تقنبها بسبب إنها رجعت لفؤاد تاني وبتقولها إنه مش هينفصل عن مراته ويخليها جنبه على طول وفي أثناء ما هم بيتكلموا بيسمعوا الشغلة وهي بتصوت ولما بيروحوا بيلقوا فرح فوق الشجرة وده لإن ولاد ليلة توقم أقنعوها إنها تطلع عليها فبتترايب ليلة وبتحاول إنها تنزلها في نفس الوقت اللي حيب توصل فيه ولما بتشوف المنظر بيغم عليها ولما بتفوق بتتعصب على ليلة وبتقولها إنها تاخد الأولاد يعيشوا معيها فبتحاول ليلة إنها تهديها وبتطلب منها إنها تدي لها فرصة واحدة وبنكتشف إن شريف وأمينة هما المخططين اللي حصل وبيكونوا صهور فرح ويفوق الشجرة وبيقنعوها إنها تبعت لجدتها في أمريكا اللي أول ما بتشوف الفيديو بتتصل على أحمد وبتزعقله بالسبب إنه مش واخد باله من ولاده فبيرجع للبيت وبيتعصب على ليلة لكنها بتهديه وبتقوله إنها اتعاقب عيالها وفي الوقت ده بيتنصد شريف وأمينة عليهم ولما بيعرفوا إنهم تصلحوا بيطلبوا من إخواتهم التوقم إنهم يدخلوا عليهم الأوضة عشان يناموا معاهم فبتتأسف له ليلة لكن أحمد بيتفاهم وبيسيب الأوضة وبيخرج ولما الولاد بيناموا بتروح له ليلة وبتتكلم معه وبتقوله إنهم لازم يتكلموا مع أخصائي وقبل يدخل المدارس بيروحوا وبيشتروا حاجات المدرسة وبنشوفهم وما بيشتروا حاجات كتير جدا وأول يوم في المدرسة بيصحوا وبيحضروا لهم الأكل اللي هيخدوا معاهم وقبل ما يمشوا بيتكلم أحمد معاهم وبيطلب منهم إنهم ياخدوا بالهم من بعض ودلقنهم إخوات لكن الولاد مش بيكونوا مهتمين بكلامه وبيخرجوا وقبل ما يوصلوا للمدرسة بيطلب شريف من السواء إنه ينزله وإخواته في الطريق ودلقنهم مش عايزين حد يعرف إن والدتهم اتجوزت وبعدها بنشوف فريده اللي بيكون ابن أحمد هو الآن قبل ما يدخل الفصل ولما بيبص على الشريف بيتجاهله وبعد ما الحصة بتخلص بيوقفوا صحاب شريف وبيرخموا عليه وبيضربوه وبيقرر شريف إنه ما يدفعش عنه ولما بيروح للبيت بيكذب على والدته وبيقول لها إنه وصل الخنام متأخر فبيدق فريده وبيقول له والده إنه مش أخوه وبيسيبه وبيمشي فبتقرر ليلة هي وأحمد إنهم يروحوا الأخصائي عشان يعرفوا يتعاملوا مع الأولاد ولما روحوا كل واحد بيفضل يتكلم على عياله فبتقول لهم الأخصائي إنه أول حاجة يعملوها إنه كل واحد فيهم يبطل يقول عيالي ونهم هم اللي لازم يتغيروا الأول وبتقترح عليهم إنهم يدمجوا الأولاد في قدى واحدة ولازم يكونوا حازمين معاهم وبتقترح كمان إنهم يخرجوا في راحلة ويسيبوا الأولاد مع بعض عشان يتعودوا ولما بيروح أحمد وليلة بيندهوا على أولادهم وبيقولوا لهم إن الولاد هيبطوا مع بعض في قدى واحدة وكذلك البنات لكن الولاد بيرفضوا فبتكبرهم ليلة وبتقولهم إنه مفيش نقاش وبعدها بتخرج هي وأحمد وبيسمعوا كلام الإخصائية وبيروحوا للفند وبعد ما بيمشوا بيدخل شريف الأودة وبيسح فريد وبيطلب منه إنه يديله مفتاح العربية بتاعت والده وبيكذب عليه وبيقوله إنه محتاج يشوف حاجة ولما بياخد المفتاح بيكبر فريده إنه يخرج معاه عشان ما يعترفش عليه ويقوله والده ولما بيركبه العربية بيفضل شريف يتكلم في التليفون وبيطلب فريد منه إنه يرجعه فبيتعصب شريف ومش بينتابل للطريق وبيأمنه حدثة وفي الوقت ده بتبقى ليلة وأحمد قاعدين في المطعم وبيحاول شريف إنه يتصل عليها لكن أحمد بيطلب منها إنها تقفل التليفون فبيصر صاحب العربية إنه يخدهم الاسم وبيتراف فريد فبيطمنه شريف وبيقوله إنه هيعترف على نفسه وبيطلب من الضابط إنه يكلم والدته تاني في نفس الوقت اللي ليلة بتطلب فيه من أحمد إنها تفتح التليفون وبتتخضل لما بتلاقي ابنها رن عليها كتير وبعدها بتروح له الاسم وبيحاولوا إنهم يتصلحوا مع صاحب العربية وبعدها بيطلب الضابط شريف وفريد وبيسألهم مين اللي كان سال العربية فبيقوله فريد إنه هو فبيطبسط شريف وبيحس إنه شخص كويس فبيمثل الضابط وبيقولهم إنه هيحاولهم عن نيابة وده لإنه بيبقى عايز يخوفهم عشان ما يعملوش كده تاني وفي الوقت ده بتبقى فرح بتلعب مع حسن وحسن التوقم وبيبقوا مبسطين وسطهم عالي فبتدخل أمين عليهم وبتزعل فرح وبتتريع على طريقتها في الكلام وبتقولها إنه محدش بيحبها فبتزعل وبتدخل قدتها وتاني يوم بنشوف هنزيدة وهي متضايقة بسبب إنها قرفت إن خالد هيسافر من بره من غير ما يقولها ولما بيكلموا بيكلمها بطريقة وحشة وبيقولها إنهم مجرد صحاب وإنه مش لازم الصحاب يقولوا لبعض كل حاجة فبتقى هنزيدة وبتسيبه وبتمشي وبيبقى خالد بيعمل كل ده لإنه بيبقى حسنها مش مهتمة بيه ولا بتحبه وبعدها بتروح ليلة للمزرعة عشان تابع شغلها وبتبعت رسالة لإنجي وهنزيدة بتعتذر لون فيها بسبب إنها مختفية بقى لها فترة وبتطلب منهم إنهم يتقابلوا عشان يتكلموا يسوا في الوقت ده بتبقى إنجي بتسمع ريكورد وهي قاعدة مع فؤاد واللي بيفضل يوقع بينها وبين ليلة وبيقولها إنها مش مهتمة غير بنفسها بس وإنها عايزة توقع ما بينهم وبيطلب منها إنها ما تروح لهاش لكن إنجي مش بتسمع كلامه وبتبعت الليلة رسالة وبتقولها إنها تروح لها وبينشوف آية وهي بتكلم واحد وبينعرف إنها كانت مرتبطة بيه قبل ما تتجوز طارق وإنها سابته بسبب إنه مضمن ولما بتكلمه عشان تطمن عليه بيدخل عليها طارق وبيسألها يا بتكلم مين فبترتبك ومش بتعرف ترد لكنها بترتاح لما بيقولها إنه بيهزر وإنه بيعمل فيها زي ما هي بتعمل فيه وبيتحك وبعد فترة بيروح أحمد وليلة عند الأخصائية تاني بعد ما فشلوا يسيطروا على الأولاد فبتطمنهم وبتقولهم إن الدمج اللي حصل بين الأولاد إنجاز لكنهم ما بيكونوش مقتنعين فبتقترها الأخصائية عليهم إن أحمد ياخد الأولاد ويفسحهم وكذلك ليلة تاخد البنات ويخرجوا لكن أحمد لما بيخرج مع الأولاد بيفشل إنه يسيطر عليهم وده لإن حسن وحسن بيفضلوا يضربوا الأولاد اللي بيلعبوا معاهم فبتتخاني أمهاتهم مع أحمد واللي بيحاولوا إنه يهديهم لكنه بيفشلوا بتشوكوا الأمهات في إنه خطيفهم خصوصا لما بيسألهم إن كان والدهم فبينفل أولاد وبيقولوا لهم إنه وعيدهم يجيب لهم الشوكولاتة وبعدها يخدهم عن دمامتهم فده بيخلي الأمهات يقلقوا وبيبلغوا الأمن واللي بياخدوا أحمد للإسم في نفس الوقت اللي شريف وفريد بيلعبوا فيهم مسامين حاجة وفي الوقت ده بتبقى ليلة مع البنات في المول ولما بيتصر عليها أحمد مش بترد عليه وده لإنها قاعدة مع فريدة وبتحاول إنها تتكلم معها وتقرب لها لكن فريدة مش بتقبل كلامها وتقولها إنها عمرها ما تفهمها وإنها مش تحس بيها وده لإنها ممرتش بنفس ظروفها وإنها حاسة بغربة سواء كانت في مصر أو أمريكا ولما بيروح أحمد للإسم بيقابل نفس الظابط اللي كان بيحقق في حادثة العربية واللي بيطلب منه إنه يكلم أبو الأولاد عشان يجي ويستلامهم فبيتصل أحمد بعمر واللي لما بيروح بيقوله الظابط نسوء تفاهم وبيفاهموا الوضع ولما بترجع ليلة للبيت بتحاول إنها تتكلم مع فرح وده لإنها معدتش بتتكلم وبتتحكز الأول وبتطلب منها إنها تحكي لها اللي حصل فبتقولها فرح إنها زعلانة بسبب إن صحابها في المدرسة بيتراءوا عليها فبيبوسها ليلة وبتطلب منها إنها ما تزعلش وبتقولها إنهم غيرانين منها عشان هي زكية ومختلفة وبتقولها إنهم كلهم بيحبوها وفي الوقت ده بيتصل أحمد عليها وبتتصدم لما بتعرف إنه في الاسم وبعد ما بيخرج بيروح عند أهله وبيطلب منهم إنهم يروحوا يعيشوا معاه وده لإنه قرر إن ليلة ترجع لبيتها معي لها وبياخد عمر الأولاد وبيرجعهم البيت وبيحكي ليلة اللي حصل وبيطلب منها إنه ياخد الأولاد معاه لكنها بترفض وفي الوقت اللي أحمد بيقعد فيه مع حماعة على جنب وبيحكي له عن أولاده وبيقوله إنه حزين بسبب إنه مش عارف يتعامل معاهم بيحكي له تايمور عن نفسه وبيقوله إنه كان مشغول عن أولاده قبل ما مراته تموت وإنها لما ماتت اكتشف إنه ما كانش يعرف حاجة عنهم لدرجة إنه ما كانش يعرف بنته في سنة كام لكنه بعدها قرر إنه يقرب منهم وإنه طلب منهم إنهم يساعدوه من بعدها بقى صحاب وبينصحوا تايمور وبيقوله إنه يدخل وسط عياله ويسمعهم كتير وإنه يتكلم معهم بصراحة وفي الوقت ده بتطلب حياة من فريدة إنها تتكلم معاها وبتقول لها إنها شعيفة حزينة لكن فتن بتدخل وبتفضل تسألها فبتطلب هنزادة من ليلة إنها تاخد فريدة من وسطهم ولما بيعرفوا إنها متضايقة بسبب ولد بتاخدها ليلة وبتطلب منها إنها تحكي لها فبتقول لها إن اللي كانت بتحب وسابها وبينازل صور ليه مع واحدة تانية فبتقول ليلة إنه بيغزها وبتطمنها وبتقول لها إنه وراء جيش فبتدخل بدرة مرات عمره وبتقول لها إنه أكتر حاجة هتغيزه وهتخليها عندها طاقة إنها ترقص وبعدها بيشغلوا أغاني وبيفضلوا يرقصوا كلهم ويبقوا مبسوطين في نفس الوقت اللي أحمد بيلعب فيه كورة مع عمر والأولاد ولما بيخلصوا الصهرة وبيدخلوا قضيتهم بتروح بدرة ليلة وبتقول لها إنها ما خطفتش جوزها منها وإنها عرفته بعد ما اطلوا بست شهور وإنها بتقول لها كده عشان هي بتحبها ومش عايزة يبقى فيه مشاكل ما بينهم فبتحس ليلة بالزنب وبتحس إنها ظلمتها وبتتكلم معها حلو وبتشكرها عن اللي عملته مع فريدة وبتقول لها إنها خرجتها من حزنها وبتتكلم فاتن وبتقول لأحمد إنها تاخد الأولاد معها لأمريكا لكنه بيتعصب وبيرفض طلبها وبيقول لها إن الأولاد مش لعبة وإنه عايزهم يبقوا معاه فبتدق فاتن وبتخرج عشان تروح لبيتها لكنها بتتفاجئ بتايمور ولي بيرفض إنها تمشي بسبب إن الوقت متأخر ومش بيديها فرصة إنها تتكلم وبياخدها وبيشربوا نعناع وبيفضلوا يسمعوا مزيكة وبيقول لها إنه عارف إن الحياة في أمريكا ناشفة وبيطلب منها إنها تسترخي وتستمتع ويبتسمع المزيكة وفي الوقت ده بيبقى أحمد قاد مع ليلة وبيقولوا لبعض كلام حلو وبيتفاجئوا لما بيشوفوا أولادهم وقفين مع بعض وبيفكروا إن علاقتهم اتطورت وبقوا صحاب وفي نفس الوقت اللي بيكون أولادهم بيتفقوا فيه إنهم يخربوا علاقتهم ويخلوهم ينفصلوا عن بعض عشان كل واحد فيهم يرجع للحياة القديمة وتاني يوم بتصحفات إنها مبسوطة وبتغني ولما بتنزل تفتر بتلاقي تايمور وبيكون جاب لها ورد في الوقت ده بتتصل حياة على أحمد وبتقوله إن والده تعبنه في المستشفى فبتتخض وبيروح له بسرعة ولما بيوصل بيعرف إن والده كان عنده جلطة في المخ لكنه بيطمن والدته وبيقولها إنها خفيفة ونوم لحقوقه وبيعرفها إنه هيجيب له ممرضة عشان تاخد بالها منه لكن والدته بترفض وبتقول إنها لا هتخدم جوزها بنفسها ولما بيرجع أحمد للبيت بيقابل ولاده واللي بيكونوا مرعوبين على جدهم وبيعياته فبيهديهم وبيقولهم إنه بقى كويس وبيكون شريف هو كمان زعلان وده لإنه كان بيحبه وبعدها بيدخل أحمد وليلة قضيتهم وبتحاول إنها تهون عليه لكنهم بيسمعوا الأولاد الصغيرين وهم في الجنينة ساعة ما الدنيا بتمطر وبيمرضوا بعدها وبيفضلوا جنبهم وبتقول ليلة الأحمد إنها مش هتعرف تخرج معاه لكنها بترجع في قرارها لما بتلاقي فاتن بتعدل على الأولاد وبتفضل تقولها تعمل إيه معاهم وفي الوقت ده بيبقى فوقاد قاد مع إنجي وبيطلب منها إنها تتجوزه وبيكذب عليها وبيقولها إنه خلاصة بالبيت وجاب شقة تانية وبيقنع إنها ما تعرفش أهلها غير لما يتجوزوا فبتوفق إنجي وبتصدقه وبيروح أحمد عشان يوصل فريدة لأيد ميلاد حد صاحبها من المدرسة وبيطلب منها إنها تكلمه في أي وقت عايزة تمشي فيه وبعدها بيروح مع ليلة عند طارق وفي أثناء ما هم قاعدين وبيتكلموا بتتصل عليه فريدة وبتطلب منه إنه ياخدها فبتقوله ليلة إنها تروح معاه لكن آية بتمسك فيها وبتقولها إنها توصلها ولما بيروح أحمد بيلايه بنته بتعيط ولما بيسألها مالها بتقوله إنها مش عارفة تتأقلم ولا تتكلم مع أحد وإنها بتحس بغربة فبيهديها وبيقولها نمسرها تتعود وتاخد على الجو وتاني يوم بنشوف خالد وفي المكتب وصحابه بيودع عشان هيسافر وبتكونها نزدز علان إنه هيمشي وبتقوله إنها تفتقده وإنه مهمة بالنسبة لها وإنها بتعتبره زي إخوها هو أكتر وبالليل بتروح مع إنجي عند بيت ليلة القديم وبتحكي لهم عن خالد وبتقولهم إنها بتحبه زي إخوها فعلا لكنها ما عنداش مشاعر ناحيته وده إنها مش بتحس أصلا وبتقولهم إنجي نفؤاد تقدم لها وبيتصدموا لما بيسمعوا الخبر وبتحاول ليلة إنها تمنعها لكنها بتتدايق وبتندم إنها حكت لهم وبتسيبهم وبتمشي وفي الوقت ده بيبقى شريف وأمينة قاعدين مع أولاد أحمد وبيخططوا عشان يبعدوا أحمد وليل عن بعض وبيقرر إنهم يسرقوا التليفون بتاعه ويدخلوا على أكاونت المسينجر بتاعه وبيلاقوا واحدة عنده وعملها بلوك فبيطلب شريف من فريد إنه يفك البلوك وبيقرر تايمور إنه يبعد طلب صداقة لفاتن ويبعد لها رسالة وبتتبسط لما بتشوفها وبترد عليه وبتعرفوا إنها تزور مختار والد أحمد فبيستغل تايمور الفرصة وبيروحوا كمان عشان يقابل فاتن ولما بيروحوا بيفضلوا يتكلموا وبيطمنوا على مختار اللي بينسى فجأة وبيسأل فاتن عن بنتها اللي ماتت فبيتصدموا ومش بيعرفوا يردوا وبتعمل ليلة خطة وبتاخد إنجي عند بيت فؤاد وبتعمل إنها رايحة تدفع الإيجار بتدخل هي وإنجي اللي بتتصدم لما بتشوفه في البيت وبتعرف إنه بيجدب عليها وإنه ما انفصلش على مراته فبتخرج من البيت وبتعيط وبتقلع الخاتم وبتقول ليلة إنها ما عادتش عايزة تشوفه تاني ولما بتروح ليلة للبيت بتحكي الأحمد اللي حصل لكنه بيكون مجغول ومش مركز معيها فبتحس ليلة إنها واغدا من شغله وبتطلب منه نيركز في أكتر من الأول فبيرفد أحمد وبيقولها إنه عايز يشارك في البيت ويعمل ذكريات مع أولاده وخصوصا لما والده تعب دخلها يعيد أفكاره ويحس إنه عايز يقرب من عيله أكتر فبتنصحه ليلة وبتقوله إنه لازم يستمتع معهم أكتر ويحس إنه مبسوط وهو معهم مش مجبر وبعدها بنشوف فريدة وهي بتبعت رسالة ليلة بتقولها فيها إنها نايمة على ودنها وجوزها مع صاحبته في العيادة فبتتصدم وبتروح لعيادة وبتصور إنها تدخل على الرغم من إن الممرضة بتحذرها ولما بتدخل ليلة بتكتشف إنها غلطانة وبتلاقي مريض مع أحمد اللي بيظهر إنه مشهور وبيخاف من ليلة وبيفكرها من الصحافة لكن أحمد بيهديه وبيعرفه إنها مراته ولما بيراوحوا البيت بيفضلوا يتخنقوا وبيسيب أحمد القوضة وبيروح ينم مع أولاده فبيقرر شريف وأمينة إنهم يبعثوا إخواتهم التوقم عشان ينموا مع والدتهم وده عشان خطتهم تكمل ويفرقوا ما بينهم وبيبات أحمد مع أولاده وبيفضلوا يتفرجوا على ألبوم الصور بتاعتهم وبيفتكروا والدتهم وذكرياتهم معاها والتاني يوم بتكون ليلة لسه زعلانة ومش عايزة تكلم أحمد وبعدها بيقولها إنهم يتغدوا عند أهله فبتوافق وبتسيبه وبتمشي ولما بيروحوا البيت بيحس شايف إنه مختار في حاجة غلط وده لإنه بيبقى ناس المطش اللي اتفرجوا عليه وبيروح وبيعرف أحمد واللي بيقلق وبيتكلم مع حياة فبتقوله إن نسي قبل كده لكنها كانت مفكرة إنه من أثر التعب وهيروح فبيطلب أحمد منها إنها تمنعه ويننزل المصنع لحد ما يعملوا الأشاعة ويتطمنوا عليه لكن جوزة مش بيسمع كلامها وبينزل الشغل من وراها ولما بتتصل عليه بيقولها إنه بقى كويس وفي الوقت ده بيتكلم شريف مع هنزادة وبيتفق معها إنهم يعملوا مفاجأة ليلة بمناسبة عيد الحب وده لإنه عايز صالحها وبياخد شريف فريد لعربيت كبدة وبيفضله يكله من الشارع لحد ما بيتعب وبيفضل يرجع وبيطلبه من أمينة إنها تجيب له دوما من قضة ليلة فبتعرف بالصدفة من خليتها إن أحمد عمل مفاجأة لأمها فبتقرر إنها تبوازها وبتطلب منها نزادة نهاية لتزبط الشنطة بتاعتها وبعدها بتعرف فريد وفريدة إن جدتهم وصلت فبيترايف فريد وده لإنها كانت منعة من أكل الشارع ولو عارفت ممكن تعمله غسيل وبتجهز ليلة عشان تخرج مع إنجي واختها ولما بتروح المطعم بتلاقي أحمد عملها مفاجأة فبتتبست وبتأسف له وبعدها بيتصلحه وبيروحت هيمر البيت عند فاتن وبيتحجج وبيقولها إنه عايز سعيدها وياخد باله من الأولاد معيها وبيبقى جايب لها وردة فبتتبست فاتن وبعدها بيحضره العشاء سوا ولما بتروح عشان تنادي الأولاد بيتحججوا وبيقولولها إنهم مش فضيين وبيفضل فريد تعبان لحد مشريف بياخده تحت الدش وبيغرقه وبعدها بيطلب منه إن يبعت رسالة على تلفون أحمد من الأكاونت اللي كان علي بلوك في نفس الوقت اللي بتكون ليلة مبسوطة فيه بسبب الهدية اللي أحمد جايبها لها ولما بتغير هدومها بتكتشف إنه أختها حتطلها بجامة بيتي مش قميسنهم وبيبقى واضح إن أمين هي اللي عملت كده وبعدها بييجي لأحمد رسالة وهم بيتكلموا فبتطلب منه إنه يفتحها وبتتصدم لما بتشوف واحدة بعتله رسالة كتير فبيقول لأحمد إنه كان عمل لها بلوك وما يعرفش إزاي تفك وبيحاول إنه يهدي ليلة وبيقولها إنه حتى ما بيردش عليها فبتقرر ليلة إنها مبوصش الليلة وبتتحك معها وبيتصلحوا وبتروح فرح عند إخوتها وبتقولهم إن تايمور معجب بفاتن بعد ما شافتهم هم قاعدين مع بعض وبيسمعوا مزيكة وبيتحاكوا ولما بيتنصطوا عليهم بيفضلوا يتحاكوا وبتروح واحدة عند حياة وبتسألها عن مختار واللي بتتصدم لما بتقولها إنها مراته وأم ابنه فبتتصل حياة على أحمد وبتطلب منه إن يروح لهم البيت ولما بيروح بيتصدم لما بيعرف اللي حصل وبيفضل يسأل والده لكنه بيكون ناسي ومش عارف يقول حاجة وبتتعصر حياة وبتطرد الست اللي بتتبلع على جزها برا البيت وتاني يوم بتروح ليلة لمدرسة وفي الطريق بتتصل على أحمد واللي بيعرفها إنه هيروح المصنع عشان يتأكد من قصة والده ولما بتروح ليلة للمدرسة بتتصدم لما بتعرف إن ولاده بيتحاكوا عليها وإن الشريف درجاته سيئة جداً وأمينة بتتنمر على كل زمايلها وفي الوقت ده بيبقى أحمد في المصنع وبيسأل الموظفين عن الست اللي بتتهم ابوه فبيقولوا الموظف إنها متجوزة وعندها بنت لكن عمرهم مشافوا جوزها وبيلقى أحمد بالصدفة صورة لوالده معها ومع بنتها فبيشك كتر ولما بترجع ليلة للبيت بتبقى عايزة تكلم مع ولادها لكنها بترجع فرقائها ومش بتقولهم حاجة وبعدها بنشوف شريفه ومتردد ومش عايزهم يكمله في الخطة وده لإنه بيبقى خافي إيز والدته لكن أمينة وفريد بيصروا إنهم يكملوا وبيبعاتوا رسالة الست الأحمد اللي كان عاملها بلوك ولما بيرجع أحمد للبيت بيلاي ليلة بتاكل كتير فبيعرف إنها مكتائبة لكنها بتقرر إنها تخب عليه بسبب إنها مش عايزة تشغيله وفي أثناء ما هم بيتكلموا بتخبط حياة عليهم وده لإنها سابت البيت وهتقعد عندهم وبتقول إبنها إنها مش هتقدر تقعد مع واحد خين فبتحاول ليلة إنها تهديها وبتقول لها إنه بيحبها وبيموت فيها لكن حياة ما بتقتناش وبتفضل بيسدها إنه جزا خانها وبتحاول إنها تخب على فاتن وبتقول لها إنها ما سابتش البيت وإن كل الحكاية إنها أحفادها وحشوها وعايزة تقضي معهم وقت وفي الوقت ده بتروحها نزيدة لبيت ليلة عشان تطمن عليها ولما بتعرف بحكاية الأولاد بتطمن ليلة وبتقول لها إن هم في سن المراقة وإن كل اللي في سنهم بيعملوا كده لكن ليلة بتفضل مش مرتاحة وده لإنها حسن إيها السبب اللي هم فيه وتاني يوم بتقابل آية في النادي واللي بتبقى رحت لها مخصوص عشان تحكي لها عن الشخص اللي كانت بتحبه قبل كده وبتقول لها إنها مش عارفة تتصرف إزاي بعد ما كلمها فبتنصحها ليلة وبتقول لها إنها تغير رقمها وتتكلم مع جزا وتفهمه كل حاجة بالراحة وده لإنها ما ينفعش تخب عليه ولما بيجي يوم الرياضة في المدرسة بتتفاجئ ليلة لما بيحضر أحمد وبتتبسط وبعدها بيجي عمر وبيعملوا فريق وبيفضلوا يلعبوا لحد ما بيكسبوا وفي الوقت ده بيسمع شريف واحد زميله وبيتكلم عن فريدة وحش فبيتخانق شريف معه وبيضربه ولما بيروح للمدير بيحول أحمد وليلة إنهم يحلوا الموضوع وبيزعقولوا لحد ما بيقولهم إنه ضرب زميله عشان بيتكلم عن فريد أخت وحش فبتفرح ليلة لما بتسمعه بيقول أختي وبتفضل تحضنه وبتبوسه يا أحمد وبعدها بتتصل أي على ليلة وبتبقى متوترة عشان هتكلم طارق على الموضوع واللي بيسمعها وهي بتتكلم عن حبيبها السابق وبتقول لي ليلة إنه بعتلها رسال كتير وهي ما رديتش يترد عليه فبيتصدم طارق وبيطلب منها إنها تفتحها قدامه وبعدها بيسيب البيت وبيروح لأحمد وبيقولوا إنه عايز يطلق مراده فبيهدي أحمد وبيطلب منه إنه يقعد معهم في بيت والده لحد ما يحلوا المشكلة ولما بترجع ليلة للبيت بتلقى أحمد واللي بيظهر علي إنه مضغوط بسبب كل المشاكل اللي حواليه وفي أثناء ما هما بيتكلموا بتناديلوا والدته وبتعرفوا إنها ترجع للتمثيل تاني وده لإنها كانت مسلت في فيلم واحد قبل كده وبفضلت بعدها مفكرة إنها ممثلة وبتسيبهم ليلة وبتخرج عشان تقابل إنجي واختها واللي بتقول لها انزادة إنها قبلت خالت في دبي وإنه كان معا واحدة فتتفاجئ وبتزعى لكن صحابها بيتريعوا عليها وده لأنهم كانوا بيتحايلوا عليها عشان ترتبط به وبعدها بتروح ليلة ماتش التينس بتاع أمينة عشان تبقى معها وتشجعها لكن أمينة ما بتكونش مركزة وبتخسر وتاني يوم بتتصل ليلة على أحمد عشان يوصل ولادها التوقم عند عمر وبعدها بتطلب من ولادها أو أولاد أحمد إنهم يروحوا معها المزرع عشان يساعدوها في الشغل فبيوفقوا بس على شرط إنهم ياخدوا منها فلوس ولما بيروحوا بيفضلوا يلعبوا وبيتبسطوا وبعدها بتاخد ليلة أمينة على جنب وبتحاول إنها تتكلم معا وبتقول لها إنها عارفة إنها كويسة من جواها وبتطلب منها إنها ما تتنمرش على حد أو تيزي بأي طريقة وفي الوقت ده بيروح أحمد لبيت عمر عشان يسيب له الأولاد لكنه بيتفاجئ لما بيلاقي مطرود من البيت بسبب مراته ودل إنه مش موافق إنه يخلف منها فبياخد أحمد لبيت والده وبيقعده مع طارق وبتتصلها نزاد على خالد وبتطمن عليه لكنه بيكلمها من غير اهتمامه وبيقول لها إن عنده اجتماع وبنشوف أحمدها بيفطر مع طارق وعمر عند والده واللي بيفضل ينصح فيهم وبيقول لهم إنه بيسيبوا مراتاتهم يعمل لهم ما عايزينه وبعد كده بيروح عمر مع أحمد عند الست اللي بتقول إنها مرتبوه وبيطلب منها إنه يعمل تحليل لبنتها عشان يتأكد إن كانت أخته ولا لأ لكنها بترفض وبتجيب إخواتها وبيتخنقوا معيهم وفي الوقت ده بتبقى حياة في موقع التصوير وبتتصدم لما بتعرف إن دورها كنبرس وبتتخنق مع واحد في الموقع بسبب إنه مستهتر بيع وبتضربه ولما بتعرف أحمد من ليلة إن الست مش موافق إنهم ياخدوا عينها من بنتها بتروح لها هي البيت وبتحاول تتكلم معها بالروحة لكن الست بتتخنق معها فبتسرق ليلة توكا من شعر البنت الصغيرة وبتجري وبعدها بنشوف طيموره وعزم فتن على العشف مطعم وبيفضلوا يتكلموا عن أحفادهم وحياتهم وبيبان إن علاقتهم الطوارد ونهم معجبين ببعض وبالليل بتروح حبيبتا أحمد السابقة اللي كان عملها بلوك لبيت والده وده لإن فريد بعت لها رسالة إنها تروح البيت عند جده بعد ما يارفوا إن ليلة رايحة عشان يوقعهم في بعض ويخليهم ينفصلوا وبيتصدم أحمد لما بيشوفها وما بيكونش فاهم اللي حصل لكنه بيترعب لما بيشوف ليلة وبيطلب من طرق عمر إنهم ياخدوها للقوضة ويقفلوا عليها ولما بتوصل ليلة بتبقى موسوطة وبتقولوا إنها عملالهم مفاجأة لكن بتحس إن في حد في القوضة ولما بتدخل بتتصدم لما بتشوف ست معاهم واللي بتقول لها إن أحمد هو اللي طلب منها تروح له فتخرج ليلة من البيت وبتسيبه وبيحاول أحمد إنه يرن عليها لكنها مش بترن عليه فبيبعت لها رسالة في الوقت ده بيبقى الأولاد سمعين الرسالة وبيبان عليهم إنهم حاسين بالزنب والقانين وبتتصل ليلة على هنزدة عشان تحكي لها لكنها بتعرف إن الصاحب والدها مات وتاني يوم بيجهز تايمور عشان الدفنة وبيبقى متأثر وحزين ولما بيدخل عليه ولاده بيعايته بيقولهم إن الصاحبه ما كانش لي حد غيره فبيحاولوا إنهم يهدوه ولما بينزلوا بيلوه عمر واللي بيعز تايمور وبيحضنه وبعدها بيحاولوا إنه يتكلم مع ليلة عن أحمد لكنها مش بترضى تسمع منه حاجة وبيروحوا الكنيسة عشان يحضروا الدفنة وبنعرف إنه صاحب تايمور مسيحي واللي بيتفاجئ لما بيلاي ناس كثير في الكنيسة وبيعرف إن صاحبه كان بيساعد الناس دي كلها وبعد الدفنة بيقعد تايمور مع فاتن وبيحكي لها عن صاحبه فبتوسيه لكنها بتفتكر بنتها وبتفضل تعايت هي كمان وفي الوقت ده بتبقى إنجي قاعدة مع ليلة وبتطلب منها إنها تدي لحمة فرصة عشان تفهم الموقف وبتقول لها هنزادة إنه كلمها كتير لكن ليلة بتتعصب وبتطلب منهم إنهم مايردوش عليه وبيرجع عمر لبيته وبيقول لمراته إنه موافق إنها تخلف فبتتبسط وبتحضنه وبعدها بيروح أحمد عند والدته وبيفرحها وبيقول لها نتحليل الدين إيه طلع سالبي وإن الست كانت بتبقى على والده وإنها استغلته بسبب إنها قارفت إنه بينسى فبتفرح حياة وبتهزر مع ابنها وبتقوله إنها عمرها مشاكت في جوزها وبالليل بيكون طارق مع ابنه في النادي وبتروح له ليلة وبتطلب منه إنها تتكلم معاه وبتحاول إنها تكلمه عن آية وبتدفع عنها وبتطلب منه إنه يتكلم معه ويسمعها فبيستغرب طارق وبيسألها ليه مش بتسمع أحمد إيه كمان وبيكون طارق متضايق ومش عايز يتكلم فبيستأذن منها وبيمشي وتاني يوم بيوصل طارق للمكتب وبتتفاجئ هنزادة لما بتشوفه وبتفرح وبعدها بتطلب منه إنهم يخرجوا ويتعشوا سوا وبتتكلم معاه عن مشاعرها وبتقوله إنها حست إنه في حاجة نقصها من ساعة مسافر وإنها كانت فاكرة إن الحب مختلف زي ما اختها كانت بتقول لكنها اكتشفت إن الحب بالنسبالها يدوق وأمان وبتعترف له بحبها فبيقولها خالد إن كان نفسه يسمع الكلمة دي من زمان لكنها جات متأخر وبيحكي لها عن حب والجديد وبيقولها إنه حاليا مرتاح ومبسوط فبتزع لها هنزادة وبأسف له على كل حاجة عملتها معاه والتاني يوم بتبقى ليلى في المزرعة وبتتصل عليها إنجي وبتطلب منها إنها تفتح تليفون فبتتصدم ليلى لما بتشوف بوسط عن أحمد من واحدة بتتهمه إنه عمل لها عملية ودمر له وشهاها وفي الوقت ده بيبقى طارق قاعد معاه وبيقنع إنه لازم يرد لكن أحمد ما بيكونش مهتمة وبيقوله إنه مش فاضي يرد على حاجة وبيتخانق فريد مع شريف في المدرسة وده لإنه بيبقى شاكك إنه هو اللي عمل كده في والده فبيحلف له شريف وبيقوله إنه عملش حاجة وإنه مالوش مصلحة عشان يعمل كده ولما بيعرف تايمور بالخبر بيتعصب على ليلة وبيطلب منها إنها تروح وتقف مع جوزها وبيدق لما بيعرف إنهم مخبين عليه خبر خيانة أحمد لكن ليلة بترفض وبتقوله إنها مش ترجع لحد معيالها بيدخلوا عليها وبيقولوا لها إن أحمد تقبض عليه فبتتصدم وبتحاول ترجع للبيت وبتحاول إنها تطمن الأولاد وبعد شوية بيرجع أحمد للبيت وبيطمن أولاده وبيحضنهم وبتطلب فتن من ليلة إنها تقعد مع الأولاد لإنها ترجع لبيتها فبطر ليلة إنها توافق لكنها بتقرر إنها تنام في قضة تانية فبيتخاني أحمد معه وبيقولها إنه بيتحارب وإنه مضغوط وإنها مش بتفكر غير في نفسها وبيحلف لها وبيقولها إنه ما خانهاش وبيهنيها بالكلام وبيقولها إنها دي عادتها وإنها تطلقت من عمر من غير ما تتفاهم فبتتعصب ليلة عليه وبتقوله إنه ملهاش دعوة بحياتها من قبل ما تتجوزه وبتطلب منه إنه ما يجيبش سيرة عمر وبتقوله إنه تغير بعد الجواز وسب كل حاجة على دماغها وإنها ما ظلمتوش وبتسيبه وبتمشي وفي الوقت ده بيحاول فريد إنه يعرف من القصد يشويه سمعت والده وبيتصدم هو وإخواته لما بيعرفوا إنها ستة اللي زقوها على والده ومش بيبقوا عارفين يتصرفوا فبيقترح فريد عليهم إنهم يعرفوا والده ومن غير ما يعرفوا خطتهم وبتروح أية للفندق اللي طريق قاعد فيه وبتترجى إنه يرجع البيت وبتقوله إنها بتحبه بس وإنها خايفة إنه يسيبها ويمشي وبتطلب منه إنه ما يخربش بيتهم وبتبعت فاتن رسالة لأحمد وبتعرفوا فيها إنها هتسافر كمان شهر وبتطلب منه إنه يفكر في موضوع إنها تاخد الأولاد مع الأمريكا فبيوافق أحمد من الضغط وبيقولها إنه حسن قرار إنهم يرجعوا معاياها ولما بيعرف إن حبيبته السابقة هي اللي عملت فيه كده بيبلغ عنها واتنشر خبر برقته وبعدها سابت ليلة لبيت ورجعت لبيت والدها وبيحزن الأولاد وبيفضلوا يحضنوا في بعض وبيوضعوا أحمد وبيمشي ولما بتروح ليلة بتفضل طعاية لطايمور وبتبقى حاسة إنها مش كفية وإن فيه حاجة غلط فبيوسيها والدها وبيحاولوا إنه يهديها وبيقولها إنه شايفها وهي مقطع نفسها عشان ترضي كل الأطراف وإنها كمان جاية على نفسها وتاني يوم بتدخل فريدة على أحمد وبتبقى زعلانة عليه وبتقوله إنها بتحبه وبتطلب منه إنه ما يزعلش عشان هما هيسافروا فبيقول لأحمد إنه كويس وبيطلب منها إنها تركز في نفسها وبس وما تفكرش في حاجة تاني وبالليل بيروح عمر المزرعة وبيلعب مع الأولاد ولما بتدخل عليهم ليلة بيكلمها عن أحمد وبيدفع عنه وبيقول لها إنه شخص كويس وإنه كان مبسوط لما عياله كانوا معاه في البيت وبيعتذر لها عن اللي حصل منه وبيقول لها إنه كان عارف إنه غلطان فبتستغرب ليلة ودل إنه أول مرة يتأسف وبينشوف تايمور هو حزين بعد ما عارف من فاتن إنها تسافر بعد المتحنات على طول وبيروح خالد للمكتب عشان يسأل عن هنزادة لكنه مش بيلاقيها موجودة ولما بيتصل عليها مش بترد فبيروح لها البيت وبيعملها مفاجأة وبيطلب إيديها من تايمور فبتتبسط هنزادة وبتوافق على طول وبعدها بيروح لها ليلة وإنجي وبيبقوا مبسوطين ليها وبتعرفهم إنها تسافر لدبي وهتفضل مع أهلها ودل إنها عايزة تصلح علاقتها بيهم وبتحاول هنزادة تقول لي ليلة إنها ما تكلمها لكن ليلة ما بتكونش عايزة تسمع عنه حاجة وبتقفل الكلام وبتبعد فرح جواب لليلة وبتطلب منها إنها تحضر الحفلة اللي هتغني فيها فبتتبسط وبتروح هي والدها وأختها والأولاد لكنها بتكون متوترة بسبب أحمد وبتطلب من والدها إنه ليقعد جنبه ولما بتقف فرح على المسرح حشان تغني بترتبك ومش بتعرف تتكلم فبيطمن أحمد وبيطلب منها إنها تبصله هو بس وبيتفاجئ لما بيشوفوا حياة بتغني على المسرح مع حفيدتها وبعد العرض بيحاول طايمور إنه يمنع فاتن من السفر وبيطلب منها إنهم يتجاوزوا وبيديها مهل عشان تفكر وبعدها بتطلب ليلة منه إنه يتفق مع أحمد على معاد عشان يتطلقوا فبيقول له أحمد إنه هيتفق معاه بعد ما الأولاد يسافروا وبعدها بيروح للعيادة وبيبقى باين على إنه حزين فبيبعت رسالة ليلة وبيعتذر لها فيها عن آخر خناقة وبيقول لانه بيحبها وبيطلب منها إنها تفكر وتدي لعلاقتهم فرصة وتاني يوم لما أحمد بيصحى بيتصدم لما ما بيلاقيش ولاده في البيت وفي الوقت ده بيبقوا عندي ليلة وبيتكلموا مع الشريف وأمينة وبيبقى باين عليهم إنهم مش عايزين يسافروا فبيقترح فريد عليهم إنهم يقولوا الحقيقة لكن أمينة بتكون خايفة وبتقوله من أهلهم مش عيسامحون بسهولة وفي نفس الوقت بتدخل ليلة وبتسمعهم وبتعرف كل اللي عملوه وبتتعصب عليهم وبتزعق لهم وبيتصل أحمد عليها وبتعرفوا إن أولاده عندها ولما بيعرف إنهم عملوا كل ده بيزعق لهم هو كمان وبيقولهم إن اللي عملوه ده جريمة وإنه معرفش يربيهم لكن الأولاد بيكون كل همهم إنهم يفضلوا في مصر ويرجعوا يعيشوا مع وعد تاني فبتهدي ليلة وبتعتذر له بسبب إنها ما صدقتوش وبتحضنه وبعد فترة بنشوف فرح تايمور وفاتن وبتبقى كل العلم تجمعه ومبسوطين وبتروح أيل الفرح وبتعتذر لطرق تاني فبيسمحه وبيحضنه بعض وبعدها بيفضلوا كلهم يرقصه وبيبقوا مبسوطين وفي الوقت ده بتقول ليلة لحمد إنها حامل وبتبقى مبسوطة قوي لكنه بيتصدم ومش بيبقى مصدق وبيفضل يقول الله حي التمن جاي الفيديو ده كتبته مي جلال ومنتجه كريم طاهر وما تنسوش تعملوا فلو لصفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا ملخصات الأفلام الدرامية بصوت محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني وفلوا لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا ملخصات الكوميدية وفلوا لصفحة هكونها مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكارتون والأنمي سليم